سهل الخير يا شباب في كورس كيميستري جاردين اي ليرنينج شابتر فور النهاردة ومش عارف انت اخدت بالك ولا لا يا صاحبي بس احنا جبنا مايك جديد يعني ايه صار فينا على الانفراستركشور بتاع القناة دي فياريت تبارك لنا في الكومنس لو انت اخدت بالك ولو ما اخدتش بالك بارك لنا هو دي اخدت بالك ولايك وشير وسبسكريب وكل زرائل ايه اللي موجودة داحت دي ولو لسه ما عملتش فول على بيجي الفيسبوك انت عارف ان انت محتاج انت تخش في التعمل فولو مبدا كاية تجي تشوفوا الفيديو ده ولو لسه ما دخلتش الجروب باديك فرصة كمان بس دي هتكون اخر مرة ان انت تخش الجروب بتاع ايه الواتساب ونبدأ على طول في شابتر فور بقى عشان ما نضيعش وقت ومعانا شابتر فور اللي هو وده شابتر خفيف نسبيا اه اللي جاي واللي فات عشان هو يعتبر هيعرف على انواع الرياكشن وهناخد يدوبك ايه المولاريتي وهنعرف ايه هي المولاريتي وهكذا والدليوشن وشوية الحاجات ايه اللي شابتر دي فهو يعتبر شابتر خفيف ما تقلقش يعني هتخلص الفيديو بسرعة اهم حاجة لما تخلص الفيديو تروح على طول ايه تحل ايه التوتوريالز اللي اللي عليه اه نبدأ على طول اه ندخل بعد كاية شباب على الووتر احنا طبعا عنفير من المية هي السر الحياة وكل حاجة ياميلة في حياتنا بس هي زي ما هي برضو لها اهمية في حياتنا هي لها اهمية كيميائية كبيرة ان هي كاف من اول عناصر البولر اللي احنا كنا نعرفها على وجه الارض وكلمة بولر معناها ان انا عندي قطبين ان انا عندي ناحية واخدة تمام يعني ده ايه ده كده شكل بولر ناحية واخدة ايه التانية واخدة عكسات جميل طب ده حصل ازاي حصل بفرق التوزيع ما بين الاكسوجين والهايدروجين في الالكترونز يعني دلوتي احنا عارفينوان الوصلة والثاني يأخذ الالكترونز كلها زي ما نشوف يعني انواع الرياكشن جميل فكوفيلا نتبول معناها ان انا الاثنين اتومز بيشيروا الالكترونز بس هنا بيشيروا مش عادل تمام عشان الاكسجن عنده بروبرتز بتخليه ياخد الالكترونز ناحيته اكتر تمام فبيخلي الجزء ده بشكله باخر نيجتف وبيخلي الجزء بتاع الهايدروجين ده ايه بوستف فلما عندي ده بوستف وده نيجتف بيعمل لي ايه توبولز جميل التوبولز ده بيخليلي الموليكل ده ايه بولر موليكل جميل بس البولر موليكل ده كان سبب في ايه سبب في اننا دلوقتي يعمل لي انتراكشن مع اي مادة بتتحد معي وهو هنا بدأ انك تشوف فكرة السوليشن عبارة عن ايه السوليشن عبارة عن انا معايا مثلا جار زي كده في مادة كتير تمام المادة اللي واخدها اغلبية المساحة او اللي هي بيبقى اسمها ايه السولبنت جميل سولبنت وبعد كده بيتضاف عليها مادة مسلا زي الملح او كده لو هنقول ان هي ايه المية فبيضاف عليها الملح الملح ده بيبقى بكميات اقل بكتير ده بيبقى اسمه جميل السوليشن ده هو الحاجة اللي بتصفل جوه السولبنت وبتعمل لي بعد كده التركيبة ده كلها اسمها ايه سوليوشن بس يعني لو هناخد ده كله كده فده هو السوليوشن جميل السوليوشن بقى السوليوشن هو هوميجينيوس ميكتشر هوميجينيوس معناها ان انا مقدرش افصل عناصر ده عن ده طب دلوقتي انا بقضت سوليوشن في صيغة معينة مثلا ولياكم سوليد او ليكود او ايه حاجة ازاي بيتحت تماما منع سولبنت هنا جيه دور البولاريتي بتاع الموليكيول جميل البولاريتي بتاع الموليكيول هو السبب في ان انا لما دخل عليه حاجة زي الملح او اللي هي NaCl جميل وطبعا احنا نعرف الروابط اكتر قدام بس ايه الان اونيوك كومباوند معناها الان ايه ده اد الالكترون تماما للسيئل فالسيئل اللي بقى نيجدف والان ايه بقى بوستف وتقريبا هو الانتر اكشن اللي بانهم يعتبر ايه زي ايه اخوات بس مش طيقين بعض فيدوبة كده اول ما الان ايه تشوب حاجة جاية تصحبها الاكسجين جاي من بعيد بتاع المية فهي بتنجذب للأكسجن والسي إل أول ما تلاقي الاتشز بتاعة الووتر جميل كده هي برضو بتنجذب ليهم العملية اللي بتحصل دي اللي الان اي ينجذب وينفصل عن السي إل والسي إل نفس الكلام اسمها هايدريشن هايدريشن جاية من المية يعني هوا مش بيقولك استيهايتريديد بس هي جاية من المية المية بتفصل الان اي والسي إل في العملية ديت عن طريق الهايدريشن ودي مختلفة على الايونيزيشن اللي احنا نشرحه أكتر قدام جميل عشان الايونيزيشن ليه علاقة بالأسود والبيز أكتر بس فرنو عندي مركب ايونيك زي كده NH4NO3 يتفاكل NH4 بلوس وNO3 بسبب الانتراكشن مع المية بس فبدا ما هي كتكونباوند واحد كده في اي صيغة سواء كان صولد ليكود او حاجة زي كده بيبقى اكيس بياخد ايه الاكيس اكيس معنان هو ايه دايب جوه المية او دايب جوه سوليوشن او صوف انت تاني جميل بس الدوابان بتاع الحاجات ديه زي ما احنا قلنا بيعتمد على الانتراكشن بتاع الايليمنز سبعة ده انا دلوقتي عند الان ايه والسي ال الانتراكشن ما بينهم ايه دول ايونيك بونز تمام اي ايونيك بونز في الغالب بتنفاج جوه المية جميل فانا دلوقتي وطبعا باختلاف بسيط يعني عن شان عندنا حاجة اسمها هي بتاعتي ان ايه الحاجة تدوب جوه المية جميل فالسوليوبيلتي دي هنشرحها اكتر في شابتر اليفن بس يعني ايه اه خبنا نبزع عنها ان السوليوبيلتي هيسا في الحاجة ان هي تدوب بنسبة او باخرى جوه المية اه جميل طب هل في حاجة ان انا ايونيك بتدوب جوه المية اصلا معلش يعني احنا ممكن ندوب ايسا نول تمام يعني الاسا نول الاسا نول ده عبارة عن ايه عبارة عن سي تو اتش فايف او اتش ده اعتبر اساسا اورجانيك كومباوند فازاي اورجانيك كومباوند اللي هو مش ايونيك ويدوب جوه المية ده بسبب ان انا معي ده بالزبط بسبب ان انا معي ال او اتش ال او اتش عنده انتر اكتيفتي مع المية ال اتش بيتفاعل مع ال او برضو بينجزب وكذا فبيبدأ يفصل الموليكولز بتاعت الاسا نول عن بعضها جوه المية الاسا نول بيبقى موجود في صورة سايلة اللي هو كحول يعني بس فبالتالي اول ما بيدخل جوه المية الموليكولز بتنفصل عبعده وبتدوب جوه المية حتى احنا اساسا بنخففه بالمية فبنقول ان هو سنول سبعين في المية او كده ان هو تركيز جوه المية سبعين في المية حيزة كده يعني ولو زودنا مية اكتر هيبقى تركيزه اقل وده هنعرفه اكتر في المولاريتي يعني لسه جاي في الشابتر ده بس فاحنا باختصار عرفنا ايه دور المية في السليوشن السليوشن هو كان اول حاجة نعرفه عنه ان هو حاجات بتدوب جوه المية بعد كده عرفنا ان فيه قاعدة كده اسمها لايك ديسولفز لايك جميل يعني ايه لايك ديسولفز لايك معناها ان انا الحاجات اللي تعال ان نمسح المواقع دي ديسولفز لايك جميل معنا كده ان انا لو عندي حاجة بولر زي المية كده ركب بطوسق جميل معناه حاجات بولر زي المية كفر الى السbildung بما ان اوى ب shoulder ايه ب 볼ر ايه كل دا كانت بولر اسمه حسبا ع السببinkle يوم تكون مواقع بو PH اتنين او الاتنين مش بولر فبالتالي هما الاتنين بيدعوبوا بعض بس فادي قعدة بسيطة ايه تخلوها في دماغكو دايما ان انت لو عايز تدور على حاجة بالدوب جواه التانية تدور مين اللي شبه بعضه يعني نشوف ده او ده بولر وده مش بولر وطبعا بيبقى في اكسبشنز يعني الميا برضه احيانا بيدعوب سكر تمام والسكر دي اعتبر مش بولر كومباوند ويعتبر مش ايونيك كومباوند دي بيبقى اكسبشنز موجودة في الموضوع وهنشرحها اكتر بعدين ندخل بعد كده على الاكيا السلوشن والاكيا السلوشن هي الريزلت من عملية الهايدريشن او عملية الايونيزيشن اللي بتحصل جواه الميا ان انت عندك مركب زي الاني اسي ال حطيته اتفك بقى اينز بوستف وناجاتف موجودة جواه الميا الميا الوحدها ملهاش اي تشارج ولا اي حاجة ولا هي اي خواص تانية تمام وهي دي فكرة السلوشن السلوشن ان هو بيجمعلك ما بين الامنت بيور الامنت هو اللي بيهوست لو هنسميها زي حفلة كده هو بيهوست العملية بتاعت السلوشن وبيينتشر بقى في خلاله السوليوت اللي هو بيبقى نسبته اقل جميل يعني عند السلوشن ده بيتكوى من سولفنت و سوليوت سواني بس كده ماشي القط بتاعي ورجعت لكم بعد ما مشيت عطوة عطوة كان بس حابة بيسلم عليكم يعني المهم فاني دلوقتي لما بيبقى عندي سولفنت و سوليوت دايبين جواه بعض وزي ما احنا قلنا هو بيبقى السولفنت ده لو مسلا الميا وبولر وكده وبيسحب الحاجات يخليها معنى كده ان انا عندي الاينز بتنفصل على بعض فاحنا لقينا ظاهرة كده غريبة بتحصل ان احنا الميا دي بتكتسب خواص جميل فمسلا ممكن تنور اللمبة بشكل برايت وفي سليوشنز تانية اه بتنور اللمبة تقريبا بحاجة بسيطة اللي هو ايه تمام وفي سليوشنز مش بتنور اللمبة اصلا جميل السليوشنز اللي احنا لقناها بتنور اللمبة جاملت فاحنا اعتبرنا السوليوت سلي فيها عبارة عن حاجة اسمع ايه جميل والسليوشنز اللي كونتين ويك الكترولايتس يعتبر ايه اه هي مسلا اللي مش بتتفك بصورة كاملة يعني وهنا عرف عن السرونج الكترايس والوية دلوقتي السرونج الكترايس فيهم تلاتة اه تمام اول حاجة فيهم هي جميل البولر صالت زي الان اي سي ال زي ال كي ان اسري زي اي حاجة مسلا ممكن تتفك بصورة على الان اي سي ال اول ما بحطه في المية مية في المية بيتحاول لان اي بوستو بكلاس سي ال نجدل جميل فديت من الحاجة اللي تخلي دوت ايه سترونج الكترولايت ان انا اول ما حطت جوه المية هي دي قاعدة السرونج الكترايت اللي هي ايه ديستشيات سوشيات كومبليتلي جميل فانت هيندرك تحت ايه نفس الكلام الاسد هنعرف طبعا مين هو الاسد السرونج والبازل السرونج والبازل السرونج وعلى اساس ايه بس هو استرونج اسد معنى ان هو ديستشيات كومبليتلي احنا عرفنا الاسد عبارة عن انه حاجة بتطلع ايه جميل فدي ايه 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 فكل ده بيندرج بما انه السهم رايح بس سهم رايح بس عشان فيه بيبقى السهم عامل كده جميل ده معناها ان الرياكشن ده ريفرزد معنا كلمة ريفرزد ان هو ايه ان هو بيروح وايه ويقدر يرجع يعني مش بيروح كله فيه جزء من الرياكتنس بيتفاعل يتطلع بس مش كل الرياكتنس بيتفاعل وده الاسباب برضو ايه هنعرفه اكتر في الاكوليبريا مواقزة جميل فده معناها ان الرياكشن ايه بس ده معناها ان ده وان وي رياكشن او اللي هو فورورد رياكشن بس ودول ايه دول للسترونج ايه الاكترو رايز يعني لانت عايز تعرف strong electrolyte تدور على الثلاثة دول salt, buler, acid, base, strong ندخل بعد كده على weak electrolytes واللي منهم مثلا حاكتين weak acids وال weak bases مين مثلا زي weak acids الفينيجر المركب بتاعنا اللي هو C2H4O2 جميل احنا بصينا لان احنا الorganic compound ده هنعرف عنه اكتر بس مش كل الاتشات اللي موجودة ديت تعتبر اتشات اصدك يعني اتشات ينفع يتعملها inization وبالمناسبة عملية dissociation بتاع acid or base تمام اللي هو dissociation ثانية كده dissociation ده يبقى اسمه ايه ionization جميل فالionization بتاع مركب زي الفينيجر ما بيبقاش كامل واساسا مش كل الاتشات اللي جوه بتبقى acidic يعني مفيش غير H واحدة بس هي الاسيدك فبنكتبها ايه من قدام كده بتبقى C2H3O2 جميل وده لما بيتفك بيروح الرياكشن كده وبيرجع كده جميل فانا بيتفك عندي H plus C2H3O2 وهكذا مع ايه weak acid ايه weak acid بيبقى reaction رايح جاي يعني ما بيبقاش رايح بس نفس الكلام في البازز البازز مثلا عندنا NH3 ال NH3 بيبقى reaction مع ال H2O بياخد هو H جميل بيبقى post 4 وبيطلع علينا plus OH negative بس الرياكشن ده زي ما احنا عارفين هو weak فبالتالي هو ايه بيروح وييجي فدوت بالنسبة لل weak معناها ان هو الحاجة اللي معايا مش بيتشيشيات كمبليتل ولقينا اساسا ان حاجة زي الفينيجر دي التشيشيشيات بتاعها 1% يعني انا لو حطيت 100 مول سيبقى فيه 99 من الخل اللي انا حطيته ده زي ما هو 99 مول منه بس ده لو طبعا حطناه في مية في المية كويسة ان هو ايه يدوب يعني بس اللي هو ايه بتاعه زي ما احنا عارفين بمنويك اسبت فهو مش بيبقى كبير اما بقى الحاجات النون هي الحاجات اللي مش بيتشيشيات اصلا يعني مثلا انا عندي الاساسانول قولنا بيدوب جوه المية بس هل هو الاكتروليات اصلا لا لعشان هو مش بيتفك يعني انا عندي اتش فايف او اتش بيفضل زي ما هو او اتش ديت مش بتنفصل على بيفضل زي ما هو من نفس الكلام الشوجر الشوجر ده بيبقى مركب كبير خالص يعني بيبقى او سكستين تقريبا او حاجة كده بس فالشوجر بردو بيبقى مركب كبير وضغط هو بيدوب جوه المية لأسباب مختلفة يعني بس مش بينفصل بما انه مش بيتشيشيات فهو مفيش ممتازات نجاتيف ايون و بوستف ايون لا يوجد هكذا الاستمرار نتحدث عن الكمبزيشن ببقى اننا قبل كده اتكلمنا عن الرياكشن و أخذنا ستيوماتري و كل احد بس اخذناها في صورة ايه؟ أحنا لم يتعرفين كيف نضع مثلا من KNO3 مع الإثانول مع الأشياء كذلك نضعها في أين؟ هذا الريأكشن يحدث في أين؟ هذه الريأكشنات أغلبها يحدث جوه اللي هو سيليوشن هذا الريأكشن الذي أريد أن أفعله مع الإثانول اللي هو C2H5OH هذا يصبح جوه سيليوشن حلو؟ يعني هؤلاء الأشياء يبقى جوهة مياه و أفعلهم مع بعض فهي دائما أي رأكشن يعتمد على الريأكشن والأمونة بتاع الكيميكالز اللي موجودة فإحنا دلوقتي دفلونا كونسبت جديد نحن طبعا عارفين أن التفعلات بتحصل عن طريق المول بس أنا دلوقتي عندي سيليوشن فبالتالي محتاج يونت جديدة أعرف تعمل بها واللي هي المولارتي المولارتي ديت عبارة عن كمية السوليوت اللي جوه إيه السولفنت جميل؟ يعني أنا عايز أعرف المولز بتاعت السوليوت اللي جوه السولفنت اللي معايا فإحنا أسمنها إيه المولارتي عشان المولارتي ديت تعرف تحولي LI Tagen معايا مثلا كام لتر من boş سوليوشن معين أعرف أحو� منه المولز ولو معايا المولز ومعاهيا عايز أعمل solution أعرف أحو� إيه المولارتي بها المولارتي ده هي إيه الإد médiation unit الجديدة اللي هنستعملها فأي رياكشن بعد كده ممكن منه سنعجب مولز ممكن منه سنعجب لتر ممكن منه سنعجب أمو بالمولارتي هي عبارة عن إيه المولاريتي هيساوي مولز مولز على الليترز وركز فيه ليترز جميل عشان اغلب الحاجات اللي بيديه لك بيبقى بالملي ليترز مولز فانت بازم تركز ان انت تحت تحط الليترز وفوق تحط المولز بتاع السوليت اللي معاك وبس نحل على المولاريتي عشان هي اغلب الحاجات اللي فيها تطبيق عن هي ايه نيجي الاول سؤال معانا في السامب بتاع الكمبزيشون بيقولك الجرامز من جوه مية بما اننا عارفين ان هو يعتبر فهو بالتالي كله هيدوه جوه المية جوه الستة عشرين ملي بوينتا ايدي فيلا كده تعالى نحسب احنا عايزين دلوات عشان نحسب المولاريتي المولز بتاعت السوليوت يعني ده السوليوت بتاعنا ده السوليوت جميل وده بس فبالتالي ادي اهو ده كده المولز تعالى نحسب المولز مولز الليتر السوليوت طبعا هو بالملي الملي للليتر بس فاحنا كده ايه بقى بس فاحنا كده معنا الليتر السوليوت والمولز المولاريتي هتساوي الاو بوينت او فور سري على التويني ساكس بوينت ايت في التن بور نيجاتف سري اللي هي هتساوي بالقالة وان بوينت فايف نين مولال اوف اتش سي ال دائما بتكده كده اللي هو مولال اوف اتش سي ال نيجي بقى للسؤال ده بيقول لك ايه بيقول لك بيقول لك الكيمست ميد واحد ليتر من اكيوس أوبينت تو مولال من الكي تو سي ار سي ار تو سابن جميل اللي هو البوتاسيام دي كروميت جميل انا الوقت معايا دوت مولال من البوتاسيام دي كروميت جوه الليتر يعني ديت المولاريتي بتاعت الليتر اللي معايا حلو فهو بيقول لك انا انا اعيز ايه اللي عايزه اللي عايزه كام وزن بيقول لك تلامه هوا متش سولد هو عايزه ايه انجرام فاحنا عارفين قولون المولاريتي يعني تعالوا نحط كل قوانين اللي احنا عارفنا المولاريتي هيبقى مولز جميل انا معي الليتر ومعي المولارتي يبقى اعرف اجيبي المولز اه اضرب الاثنين في بعض فبالتالي مولز هيساوي الواحد في الوبين تو كأنه ايه اوبين تو مولز جميل اللي هما بقى معي اوبين تو مولز على طول اضرب الفي المولر ماس بتاع الديكرومايت هيبقى ماتين اربعة وتسعين بوين تو جميل اللي هو بالتالي هيساوي لو ضربناه مع الا الا فبتين ايد بوينت ايد فورو جرام بس وبكده نبقى ايه احنا حلناه نجيب بعد كده الكنسيبت بسيط هو الديليوشن ايه هو الديليوشن عباره عن انا معايا دلوقتي السوليوشن زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن تخفيف الالكول او كده الاسانول لو هو سبعين في المية لو ضبط عليه مية هيبقى خمسين في المية عشان دلوقتي جزائي الاسانول او الموليكل بتاع الاسانول بقى موجود في حيز اكبر من المية ولو اخدت بالك من قانون المولارتي المولارتي ستساوي مولز على الليتر فانا بالتالي لو زودت الليتر هقل المول عشان هما الاثنين ايه انفرسيلي بروبورشنال المولارتي هتقل مع زيادة الليتر معنا المولارتي تقل ان انا يبقى عندي مولز يقل في الليتر جميل طب ايه هي فكرة بقى دلوقتي ان انا معايا ادي كده ايه بيكر فيه ايه سوليوشن معايا وليكن ملح مثلا حلو الملح واخد الكمية دي وليكن مثلا ان هو ده اتنين مولل ان ايه سي ال حلو اي انا عندي اتنين مولز لو تفسير الجملة دي معايا انا معايا انا معايا اتنين مول في الليتر الواحد طب جميل انا لو جيت زودت مية انا لو جيت زودت كده البيكر ده بقى كده بقى اكبر حطيته في بيكر اكبر والمية بقت هنا ونفس الكلام بتاع البتاع بس ده هيبقى ايه لازم هيكون ده اقل بكتير من اتنين مولل ان ايه سي ال بس ف ايه الثابت عندنا السابط عندنا أن التواقع الطائمة هي نفس التي تأثمов quefront سوى ام في ام في اللي هو المولاريتي اب بعد يعني المولاريتي افتر في الفوليوم افتر هيساوي تعال نكتبها بلون تاني المولاريتي بفور في الفوليوم بفور جميل عشان انا دلوقتي لو دربت المولاريتي في الفوليوم قبل هذا lysهي مع ا سيظر علي مولز لو ضربت الاثنين دول برضو وحنا قلنا ان الفول الليتر اعلي والمول اقل من نفس النسبة فلو ضربت دول برضو Manager solche فمن القانون ده اعرف اجيب المولاريتي مثلا وانا معايا ولو احذب الي من الحصول اهلا وانا اريد مثلا الفوليوم افتر اللي انا مفروض اضيفه فانا هيكيد هيديني المولاريتي افتر مع المولاريتي بفور والفوليوم بفور من الاخر هيحزف لك واحد من دول ويقول لك ايه عايز ومديك التلاتة ويقول لك عايز الرب بس هي دي ايه فكرة القانون بتاع دليوشن وكل ايه كل حاجة اه فتعال كده مثلا شوف سؤال بيقول لك نريد مشروع خمسة ميلي بفور بالمولاريتي بيقول ساقبوست وي نييد يعني معنا كلمة وي نيد لازم تفهم لازم تفهم العراق معناه وي نيد معناه ان ده الفوليوم افتر والمولاريتي افتر جميل من 17.4 مول سطوك سيليشن جميل معناه بمانا ما ستكلم عنها ايه اكثر قدامه بس كلمات المولاريتي بفور يعني ده ايه ده بفور بسبب ايه بفور جميل يوجد أن تغير الورف ايضاها و لم ت благодар ايضاً لديك تغيير الور Sk�� نقوم بلولم اداع Ин System نكتشن عليك نتمنى공 استخدامه عندما يكون نحوي الورف بس فتعال كده نحسب هو عايز ايه بيقول لك اه ال اه بتاع الستوكسولوشن درمو فودي يكون كاف ما ابدأين احنا مش نحاول ينطقها زي ما هي يبقى عندي الام الام في كده افتر هيساوي الام في فور جميل فبالتالي الام في افتر هيبقى واحد في خمسمية هيساوي سبعتاشر بوينت فور في الفي بيفور جميل اعمل اه 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 اعمل للفي بيفور البي بيفور هيساوي تويني ايت بوينت سبن سكس ده ايه ده ملي عشان احنا دخلنا هنا ايه ملي بس وهتلاحز ان الكمية بتاعت البيفور دايماً بتبقى اقل لو المولاريتي قلت. يعني دلوقتي لو عندي المولاريتي بعد اقل فهتلاقي دايماً الفوليام اللي اتاخد اساساً من الستوكسيليوشن ده هيبقى يضوبك حاجة صغيرة هيضغط عليه مية. وده طبعاً في المعمل يعني وكده لما تشوفوا آآ في التجربة اللازم ان انت تاخد من الستوكسيليوشن الاول بعد كده تضيف ما ينفعش تضيف بعد كده تضيف عشان تزبط المولاريتي بالزبط. يعني ما ما فيش حاجة يبقى فيه significant error عندك في الحسابات. نيجي بعد كده شباب لانواع الرياكشنز اللي عندنا ونبدأ بال البرسببتشن رياكشن احنا في الشابطة ده هناخد 3 رياكشنز واحد منهم بتفصيل اللي هو البرسببتشن رياكشن واتنين هيتشرحوا اكتر في الشباتر بتاعتهم اللي هو الاسد بيز رياكشن فيه شباتر كامل هتتكلم عن الاسد بيز والإكوليبريا وكده وفي الريدوكس رياكشن طبعاً فيه حاجات اتكلم عن الريدوكس بشكل ايه اوسع من كده شوية جميل بس احنا هناخد ايه نوباز عنهم دلوقتي وهنشرح البرسببتشن رياكشن معه مبدئياً البرسببتشن رياكشن هو رياكشن عادي رياكشن ما بين إليمنس مع بعضه جوه سوليوشن بس الفكرة انه فيه ايوني كومباوند لما بيطلع بيبقى مصوليابل واحنا خدنا في الاول في اول الشابتر ان السوليابلتي هي اللي بتحدد ازا كان الحاجة دي هتفضل في صورتها السوليد جوه المياه ولا لأ جميل بس ده بيعتمد على الانتراكشن ما بين الكاتاين والاناين بتاع ايه الايوني كومباوند لكن غير كده الحاجة بتبقى صوليبل والموضوع ده ليه رولز من بعد كده هنشرحها هنقولها كلها في السليد البعد ديته لكل الاولمس اللي معنا في الغلب تمام اه جمعتهم كلهم في السليد بس ايه اه نبدأ على طول كده اه معنا رياكشن زي دوت اللي هو في بوتاسيوم كروميت البوتاسيوم كروميت طبعا هو جوه السليوشن فلمش موجود في الصور ديت هو موجود في صورت الكي بستف والسي ار او فور نيجاتف تو جميل معانا برضو الباريام نايتريت الباريام نايتريت برضو موجود في الصورة اللي هو بي اي بوستف تو والن او سري نيجاتف ون جميل فاحنا لما حطناهم على بعض هم هم حطوطين كده مع بعض في السوليوشن ده طلع علينا البريسبيت جميل البريسبيت ده احنا مكناش عارفين هو ايه فاحنا عادنا نفكر احنا ده جايبينه سايل اللي هو الكي تو سي ار او فور لونه اصفر جميل لونه اصفر بسبب الكروميت اين جميل البريام نايتريت كان نفس الكلام كان برضو ايه حاجة سايلة مش صوليد فمين اللي ممكن يطلع علي صوليد دي اما الكي ان او سري لما شافوا بعض اتحدو وصوليبيت بتاعتهم الايه لفترسيب ياما البريام كروميت اللي هو البي ايه سي او سي ار او فور جميل فا ياما ده ياما ده هم دول الساسبكس اللي عندنا احنا عارفين البوتاسيوم نايتريت مش مش انسوليبل جميل هو البوتاسيوم نايتريت كمبليت لي ايه سوليبل انووتر سايني كده هفير اللون ده ايوه ايه كمبليت لي لكن دوت هو ايه المشتبه الوحيد بقى اللي موجود وهو اللي ايه ان سوليبل انووتر جميل وهنعرف الموضوع ده في الرولز واره طب ده هيفيدنا في ايه ده هيفيدنا في ان هو راكشن عادي انا عارف المولاريتي بتاع البوتاسيوم كروميت وعارف المولاريتي بتاع مش عارف ايه وعارف الليتر اللي حطتهم من دول الليتر اللي حطتهم ده بيقولك تلاها البرودكتس مش عارف كذا مثلا هو عايز مثلا البرودكتس اللي تطلع على حسب الليمتينج راجنت بقى تشوف هيقولك عايز البرسبباتات انت من معلوماتك عن البرسبباتيشن راكشن هتعرف ان المركب ده هو اللي هي البرسبباتيشن جميل فانت تشوف مين اللي بيطلع المركب ده وتشوف مين الليمتينج راجنت من البرسبباتيشن فتعال كده نكتب البرسببات على جنب هنا مبدئيا مبدئيا محطة 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 اول خطوة خالص احدد مين اللي هترسب يعني ايه محطة محطة بريسي بتايت جميل ده اول خطوة خالص تاني خطوة ان انا اشوف الليمتينج راجنت من دول يعني ايه ما هو انا عندي اتنين بيتفعل عشان يطلع للبرودكس فاشوف الليمتينج ري اكتنت جميل بعدما اشوف الليمتينج ري اكتنت خلاص بقى ايه اتعامل عادي وهكذا لو مديني الموضوع عكسي بقى لو مديني ان انا البرودكت اللي طلع كان كام جرام وكده فانا بحول المولز من المولز برجع ايه للبرودكس بتاعته هكذا ري اكشن عادي بس الفكرة ان انا عندي ايه كونسيبت جديد اللي هو ان فيه حاجة بتترسب بس مش اكتر حاجة بتترسب دي على اساس سليابيلة رولز هتتشرحوا في الاسلايد ديت سواني او شكلهم ما يخدش هم اتناشر او كل حاجة بس بامانة بامانة لو ركست هو الموضوع ابسط من كده بكتير سوانيه نشوفهم بقى بالترتيب اا اول حاجة معانا اللي هي جميل كده ال ال اي وال اي وال ك وال سي والرابيديم وكلو دول ايه سوليبت اللي هنحط جنب السوليبل صح اا اا الامونيوم اين الامونيوم اين اللي هو ايه الامونية مع اتش بروتون زيادة جميل بس فده ايه برضو سوليبل حلو فمعنى كده ان ان اتش فور ان او سري ده ايه ده سوليبل جميل اي حاجة فيها ان او سري سوليبل جميل يعني كده الكي ان او سري برضو ايه سوليبل نيجي بعد كده لرقم فور رقم فور هنبدأ بقى ايه ندخل في العواء الحاجة اللي ليس سوليبل مبدئيا الهالوجينس كلهم سوليبل معادة مين معادة الفلوريد يعني بس كده تعال نربطهم ببعض ادي اربعة ودي اتناشر يبقى كده هالوجينس هالوجينس اكسبت اف تعال نغير لون ار سوليبل حلو يبقى كل الهالوجين اكسبت الف ار سوليبل فحنا عندنا ال C L B R F و�I كلهم سريبل معادة فحالات معاينة يعني ال C L B R F ق Insoluble مع كله معادة مين معادة ايه شوية أم شوية سالتس اللي هي السيلفر و السلفر والليد والميركري لما بيعملوا اي انتراكشن مع دول بيبو اي انسوليبل والسلفر عموما انسوليبل مع عدم عمين مع عدم مع الجنرالي سوليبل ايون اللي هو الان او سري جميل والا جي الفانيجر كومبزيشن ده جميل فانت الا جي ان او سري والا جي سي تو اتش سري او تو انت مش لازم تُعرفوا ده مش مش حاجه يا او يعني ده سبيشل قوي يعنيント باش لازم اما حاجه بالنسبابك الى او سري هو ما giorno transported ايه لكن غير كده بيبقى نيجي بعد كده لنقطة لبعدها جميل يعني اللي هم ايه عشان تركز بينه بين السالفات اللي هم فيهم الوحيد في القعدة دي هم اه اللي هو عندك الكالسيوم وعندك اه ده سوري ده مش موجود في ايه وشوية ايه العناصر اللي احنا جبناهم فوق الالد والاي جي والاس ار اس 오� ليه يعني انت عندك اللي احنا عارفين انهم جنرال ليه مش سوليبل لوالاد والايجي وعندك البرارم اس افور من سوليبل والكالسيوم اس او فور من سوليبل واص ار اس او فور من سوليبل هتقول لنا على احفظ كل ده اقول لك لا يعني انت anunci اتعامل عادي خش حل السؤال معرفتش ان ده ايه lioitiri roll its обнаруж ديه شوف كده مين كان سوليبل ومين من سوليبل لحد ما انتعود عليهم يعني انت من خبرة الحل قدام ومن كترة ما انت هتحل هتبدأ تشوف الحاجات ديت ايه اكتر فانت هيبقى مشهور عندك ان الكالسيا مسالفيت 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 الاسبيشال كيس مش بتجي كتير على فكرة ومش بي رخيمة في الحتة دي بص مبدئيا كده مش هضحك على بعض سلافيت مسالفيت او انسالفيت الاثنين واحد جميل يعني الهيدروكسايد في الغالب مش سالفيت جميل 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 اما الحاجات كده مش سالفيت اصلا يعني كل الترانزيشن متب من السوليب الاصلا يعني انت لو ما فيش حل غير ده فمعناه انه مش سوليب فمعناه ان هو سوليبل سولي يعني انت مالاتش غير الكالسيوم هيدروكسايد اللي عندك هو ده بيترسب بس بنسبة صغيرة خالص فهم فهو كلمة سلايت لسوليبل معناه ايه انه تدخل اخر احتمالاتك يعني في الحل بس لكن مش سوليبل اصلا ده بيقف الهلك خالص بقى اللي هو ايه الحاجات الهدروكسايدس مع الترانزيشن متل والايه الا ال مش سوليبل اصلا جميل السالفيتس بقى عاقس ايه السالفيت يعني السالفيت ايه كده على النوربوت ديت برضو بدي. السلفايد مش سوليبل! وتركز ما بين الفرق ما بين الاتنين. يعني كل السلفايد ديت الارسينيب كل ده مش سوليبل. يعني في الغرة بتبقى انسوليبل. زي الاسر سي اسري الاسر سي اسري الااا الاسير كل دول اي ار انسوليبل. لو اخذت يقول كده جروب اي تو بوريدن. فالوه الموضوع ايه نفس في سي اسري و هكذا الخروماتات عارض وهي برده بالآخرين الماضيين جيبنا رأيك يجيب معالقه بس سي ارفض الفروسفايت اللي زي دول برده ايه والآخرين احنا قلنا انه ايه الي باتاني مين اللي سوليبل معانا انه اللي سوليبل معانا بروب ون والن او سرين كله tengoipe وهي موجود في هذه الحالات هو من الم freakin의 صفاة Peach 자 pot,'Solubal~~ أشياء resistor جروب 2 اللي في البريديك تيبل برضه تبدأ تشوك منه عشان هو في السالفات ولا في الكربونات واحيانا في الفوسفات والكرومات فتبدأ تشوك من جروب 2 هم دول اللي بيتلاعب والهايدروكسايد يعتبر الهايدروكسايد ولا الكرومات ولا الفوسفات ولا الفرايد احنا كده حددنا كل حاجة تقريبا والسالفات ستبقى معاكم موجودة دائما في السلايتس انتظر عليهم واشوف ولو اعتلت في سؤال ما تحفظهمش انتظر عليهم بس حفظتهم من اول مرة شابوه ما عرفتش تحل عادي وشوفهم انت ده شيت شيت معاك علاقهم على الحيطة وخليهم دائما قدامك بحيث ان انت كل ما تنسى حاجة تفتكر لحد ما ايه تتعود نجي بعد كده حلو دلوقتي احنا عملنا مبين البروتاسيوم كرومات والباريوم نايتريت وكل حاجة جميلة وعرفنا ان ده اللي يترسب وده اللي مش يترسب فيه تلات طرق بنكتم بيهم الاكواجين التلاتة مهمين في حاجات معينة بس احنا اكتر حاجة نستعملها ايه ايه اخر واحدة تعال بقى نشوفهم كده من الاول اله ايه انا بحط من غير ما ايه صورته الحقيقية يعني اصاسا جوه صورته كده في الحقيقية يعني هو بيبقى موجود في الصيغة دية لكن احنا بنحب احنا لكي نعرف الاصلي اللي دخل انا عندي ده وده 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 لو ايه ده ايه الماء اتبخرت حصل حاجة عشان ده مش موجود في الحقيقية يعني ده احنا بنظلعه في الاكواجين كده بس او في الحقيقية زي ما انت شايفين البوتاسيوم دخل كده طلع كده والان او كزالي بس ده in case water is removed ده هيرجع في حالته الصلبة ويبقى شكله كده لكن في العادي هو موجود في صورة الايونز نيجي بعد كده الايونيك اكواجين الايونيك اكواجين بحطهم في صورة الاكيوس الحقيقية انها عندي البوتاسيوم جولمية مفصول عن النايتريت الكروميت مفصول عن الباريوم وكذا فبحطهم كلهم ايه في هذه الصورة لحد ما يطلع لي ايه ده انا دوت انا عارف ان ده صولد فبالتالي احطه ايه في صورة الايونز بما ان ده ايه اترسب ده ده فبالتالي احطه في الصورة ايه عادي جدا زي ما هي موجودة في لكن الباقي بما انه دخل ايون وطلع ايون فيفضل ايونز ان ده ايونيك اكواجين بقى هي المفيدة عشان بتقولك الخلاصة بقى من الرياكشن انا الرياكشن ده يسطى طلعلي الباريوم والكروميت اعملوا لي باريوم كروميت بس يعني انا الرياكشن ده بستعمله في ايه في حالة الستايومتري يعني انت يجيلك سؤال على طول على طول على طول من غير ما اتفكر ترح تجيب الي النت ايونيك اكواجين بتاع الرياكشن ده مش تقعد تكتبلي الرياكشن والفورميلا الايونيك وبعد كده الايونيك لا لا انت تدخل على طول تشوف مين اللي تترسب اللي تترسب جي منين هنا جي من الباريوم وهنا جي من الكروميت وكروميت بنسبدة تو مخلاص بس شكرا على كده هو ده الرياكشن ان انت اتعامل به عشان الزيطة والكلام دا مش بتطبع على زر قطاع يتطبع على أي تغيير يعني أنا بالنسبة لي هي التغيير اللي حصل بعد الآن هذا دخل ي joking عائون تلعها لشتيجة subtmented تلعها لليchwيرتت recently تلعها لفيع verfוחed and gas المهم يعني ما الذي حصل ما الذي يحدث في ح noises يعني أنا بالنسبة للمةší 샵 انه مثلроб لا عملش أي حي استثناء تدخيل فعليا يعني هم فعليا مدفع말وش هم موجودين في المحيط بتاع الاكشن بس لكن هم هل تفعلوا هل عملوا اي حاجة لأ خالص اللي تفعل فعلا هو البراموكروميت فانا بالنسبة للنطقة هي ايه الاكشن اكشن دون ان ري اكشن جميل ايه الاكشن اللي حصل فعلا دول موجودين سبيكتير ايه سبيشز تمام يعني هم بيسموهم سبيكتير سبيشز هم موجودين ما لهم شاستين لازمة اه بس دخلوا زي ما طلعوا لكن عندي دول ايه دول المين سبيشز اللي دخلت وطلعت ايه بشكل مخيط كده اه ندخل على الصمة بتاع البرسبتيشن ري اكشن وهو بيقول لك ايه في السؤال بيقول لك وين اكو السليوشن اف اي 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 سوفول والبي بي ان اوسري من غير ما تشوفوا كده مين اللي هيترسب دلوقات الان اي 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 مستبعد مستبعد تمام مع البيبي ده هو اي? خلاص انت لو استبعدت واحد انت مش لازم تكون عارف التاني بس انت على الاقل تكون عارف معلومات تخليك عارف التاني بس فانت البيبي اس او فور ليه البيبي اس او فور مبدئيا احنا قلنا السالفيد كلهم معادة مين? معادة مع البيبي والكالسيم والاس او آر و شوية الحاجات ضاقة جميل فكالكوليت الماس بقى اي بتاع البيبي اس او فور فورمد من الكمية دي من البيبي اناتريت والكمية دي من الان ايه سالفيت حلو نبدأ نكتب النيت ايونك اكويجن مش هنكتب الفورمال اكويجن مش هنقصة دوشة احنا عايزين على طول مين اللي اتفعل فبالتالي البيبي بوستف تو هو اللي اتفعل مع الاس او فور طلع لي البيبي اس او فور في صورته السولد كل ده كان اك وده كان اك بقى ايه بقى السولد طالح كده بقى؟ نحدد المولز مبدئيا احنا احنا لأنه يحدد المولز من المولاريت فنضرب مول في مولار ماس فأده ايه ده مول ده سوري ده الليتر في سوري بنضرب المولاريتي في الفوليوم ب�ld وله اي ما ده المولاريت واحد وربعة تطلع او بينت او سكس 2 5 ده المولز وهنا هنضرب نفس كلام التو في الاو بينت او هينطل او فايف مولز من الاس او فور. حلو قوي. اه ندخل بقى بعد كده على تحديد الليمتينج الاجينت بين الليمتينج عندي بما ان هنا ريشي وان تو وان فخلاص اه الليمتينج بالنسبة لي هو الاقل فيهم. الاقل في المولز هو الاس او فبالتالي هو ده اللي هنحدد عليه وبما ان البروتكت برضو وان تو وان فبالتالي البروتكت التاعي يعني البي بي اس او فور مولز هيساوي الاو وين تو او فايف حلو فبالتالي الماس هيساوي الاو بوين تو او فايف في المولر ماس بتاع البي بي اس او فور اللي هو لو حسب ده طلع تلتمية والتلاتة فبالتالي كل ده في الالة يطلع خمستاشر بوين تو جرام من البي بي اس او فور بس كالكليشنز عادية والسايكومتري عادية خالص ما تحسش ان انت بتاخد كونسبة جديدة انت بتاخد السايومتري وهتفضل تاخد السايومتري طول الترم جميل بس هتاخد شهاية معلومات زيادة بس شهاية معلومات زيادة بس ان انت عندك فيه حاجة بتترسب انت بتطلعها انت لو مش عارف ان في حاجة بتترسب مش تطلعها بس ومش عارف الكنديشنز مثلا يعني هو هلو مالكشن البي بي اس او فور هو اللي هترسب كنت اتعرفه بس لكن انت في العموم هتتعامل مع نفس الكنسبة هو هو ستايومتري ستايومتري هتبدا تتغير امتا لما تاخد اروجانيك مبدئيا لكن غير كده ستايومتري مكملة معاك كل اللي جاي وفي نقطة تانية عايزة وضحة تعالوا نفترض جدلا جدلا يعني ان الان اي ان او سري هو اللي بيترسب تمام ان اي اي ان او سري هو اللي بيترسب تعالها اي نكتبه هنا جدلا وهمسح على طول تمام لو الان اي اي ان او سري هو اللي بيترسب فبالتالي انا عندي هييبقى التفاعل ما بين الان اي tame phi plus an oo sampai هايدديني ده طبعا Palmiy هايدديني ان اي ان او سري جميل فبالتالي انا عايزة حدد المول بتاع الان اي هنا انا عندي الíp والمولارتي جميل بس انا عندي الا ايه يعتبر ضعف الايس او فور جو الموليكول الواحد يعني ان الوقت لو عندي ااعا هناك دايرة كده نحط فيها موليكول واحد من الايه است او فور جميل فانحنا لو قولنا ادي ادي الاس وادي الايه جميل ادي كده ايه حلو انا لو قلت انا عندي موليكيول من اس ايه من اس افور ده ايه ان ايه تو اس افور فبالتالي عندي كام اه اه اس افور عندي واحدة بس وعندي اتنين ان ايه واحنا قولنا قبل كده بقلون اوفي جادرو ان احنا عندنا البارتكال كحاج ما بتفرقش يعني انا بالنسبالي الان ايه تو اس افور تاخد نفس القيمة كبارتكال زي الان ايه الوحدها جميل عشان هم احدامهم صغيرة كده كده مش فارقال لها فبالتالي انا عندي بعد ما بقى جيب المولز بتاعة الان ايه تو اس افور بدربها في اتنين لو انا هجيب الان ايه لو انا هجيب الان ايه فبالتالي بدرب او بون بوينت وفايف في الو وalt 2 او بوينت وفايف في جنا اتنين لازم الي اتنين ضيت عشان انا عندي ضعف الكمية بتاعة الموليكيول من الان ايه يعني انا عندي الان ايه اعتبروها زي sandوتش. احنا عندنا تلت سندوتشات لانشين الصندوتش بيشيل حت تجيبنا رومي واتنين لانشون. فبالتالي لو جيت افك بقى. لو انا حبتم في سليوشن افكهم. هتلع لي كمي لانشون? هتلع لي ستة. تمام? والستة دول اعتبر دول ايه المولز. انا بالنسبة لي المولز لانشون زي المولز ايه رومي. فبالتالي انا عندي ستة مولز لانشون وتلاتة رومي. بس فالوي بتاع الان ايه ضعف وضعف عشان هو ايه الرقم بتاعه او الموليكول اتنين مش واحد زي بس ديت نقطة انا كنت حابة بوضعها. ايه? وطبعا الان ايه ان او سري مش اه مش انسولي والي يعني ما حدش اخد ده على كده. انا بتكلم بس على اساس ايه? تبقى فاهم كونسبت معين. وبس ننتقل على البعده بقى. ندخل على الاساس الاسد هو يعني حاجة تتاكسبت إتش مش أكتر فمن بالنسبالي أنا ده اتشاية لوحدها هو الهايدروكسايد جروب الهايدروكسايد بي اكسبت إتش فبالتالي ده ايه ده بنسبالي وبالتالي اللي قبله اللي هو البروتون الوحده ده بنسبالي اسمه إيه أسد أو اللي بيجيبه يعني مانا الاتش ده مش جاي من الفراغ يعني جاي مثلا من جاي من جاي من جاي من اي حاجة من دية تمام فبالنسبة لي هو ده ايه ده الاسد وده بيبقى بالنسبة للبيز في زي اللي احنا هنشوفها هنفترض ان عنده للاتش فاين يكن التعامل بتاعه مع عشان احنا طبعا ما اخدناش لسه الاسد بيز مية في المية فاحنا الموضوع ده لسه في قدام يعني ناخدها بس هنفترض ان جاي من ال او اتش عنده قبلية غير مطلقة فبتالي حتى او مع ما افترض؟ هو بتعامل الاسد ده تمام وبيطلع لي الاسد احد يعني نعمل مع الفينيجر احنا عارفين الفينيجر احد ف情جر في الاسد عند قد صم سينيتي فبياخد الاسد غزب عن عين الفينيجره حتى لو 魚 اسشفيت واحد في المية هو اخذ تسعة وتسين ويسيب لي uno الفينيجر بس فبتالي ايه ده ايه بالنسبة للواL a Action الل اللي احنا انشوفها العلاقة بالاسد بيز رياكشن هنا واحنا عندنا لو هناخد بقى الاسد بيز ريكشن ده نطبق بقى عليه شوية الحاجات اللي هناخدناها ها هو برسبيتيشن ريكشن اه هو برسبيتيشن ريكشن يعتبر ليه مش برسبيتيشن بسولد يعني بس بيطلع لي المنت مختلف يعني الوقت لما بفاعل اسد مع بيز بيطلع لي سولد يعني اسد بيطلع لي سولد جميل بلوس ووتر السولد بيبقى كده كده دايف في المية في بالتالي ايه مش في النتقائيون الكاوجيا مين اللي بيقو مثلا عشان ده مش بيضيشيت ده بيضيشيت ده بيضيشيت يعني بس خلينا ناخد مثلا زي اتش سي ال بلس ان اي اي او اتش جميل ده لما بيتفعل بيطلع لان اي سي ال بلس اتش تو او ليكويد تمام ده الاختلاف الفيز بتاعه الاختلاف الفيز هو اللي بيتحطه في النتاة فانا بالتالي الاتش كانت اساسا في اين يعني ده اتفك تماما وده اتفك تماما فده موجود في صورة ده لايه دية الفورميولا تمام دوة الايونيك وهنا هنكتب النت ايونيك بلون تاني جميل تعال نمسى هده فما بالتالي عندي بيبقى الاتش الواحده بلس سي ال نيجاتيب بلس ان اي بلس او اتش نيجاتيب بيطلع لي الاتش تو او ليكويد فلس ان اي بلس سي ال نيجاتيب عادي فبالتالي مين النيت اينيك ايكويد ده دخل اكويس وده اكويس وطلع ايه ليكويد اكويس اكويس طلع اكويس يبقى بالتالي عندي الاتش بلس ال او اتش نيجاتيب هم دول ايه الرياكشن بتاعي اللي هيتحط في بس فايه دي الفكرة من الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نيجي بقى للصمة بتاع الاسد بيقول لك ايه عندي 28 ميلي من 0.25 مولر من ايه الاسد ده و 53 ميلي من المولر بتاع الاسد ده تمام ميكس مع بعض طلع لي اتش بوستيف ايه بوستيف يعني و ايه او اتش نيجاتيف تمام فبيقول لك ايه مين اللي بقى ان اكساس معنى ان في ان اكسس معنى كده ان في ايه تمام فانا محتاج اعرف عشان اعرف اجيب منه مين مبدئيا بما ان دول سترونج اسد و سترونج بيز و هنعرفهم اكتر في شابتر الاسد بيز هنا احنا هناخد نبزة فايه بما ان ده سترونج اسد و سترونج بيز فهي و هيتلع لي ايه ده بتاعي تمام بس فانا دلوقتي ايه المطلوب في الرياكشن ده احدد المولز بتاع الاتش المولز بتاع الو اتش و هكذا فتعال كده نحن ده المولز بتاع الاتش مبدئيا انا هضرب تمانية وعشرين في اه تن باور نيجد في سري عشان احاولها اللتر ما تركز في الملي اللتر يعني ايه انت طالما ده ملي تضربه في تن باور نيجد في سري في ال اويند تو فايف اويند تو فايف هيطلع لي اه سوري مش او هيتلع لي سيفن في تن باور نيجد في سري مولز جميل ده اتش بالنسبة لل او اتش بقى فايف اضرب تلاتة وخمسين في اه اويند سري تو في التن باور نيجد في سري بتاعة الليتر يعني ما تنساش ديجد فا هيتلع لي في الاخر اويند تو او سبنتين فبالتالي بالمنزر كده ده طالما تن باور نيجد في سري وده بيان انه هو مش مش اكتر من تن باور نيجد في تو فهو بالتالي ده ايه ده الاكساس يبقى تعالى كده ناخد لون تاني ال او اتش عندنا هو الاكساس اكساس وده مين ده الليمتينج بس فبما ان ده الليمتينج فاحنا هنقيس عليه هل هنقعد نطلع برو دكس مبرو دكس لا 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 مش هنعمل كده احنا هنا ريتشو ايه وان تو وان بس يعني عندي ريتشو وان تو وان فبالتالي السيفن في تن باور نيجد في سري هتستهلك لكام من الهيدروكسايد مبدأ ايام بضرب في الريتشو بتاع الهيدروكسايد وقسم على الريتشو بتاعت الاتش فلو افترضنا جدلا لو افترضنا جدلا يعني ان هنا الرياكشن ده بيستهلك اتنين اتش مش اتش فانت هتغير ديت هتخليها ايه هتخليها اتنين تمام وهتروح ايه هتضرب واحد تسم على اتنين هيطلع لك ايه الاكس بس طبعا ده ايه ده كله ده ايه تخيلات بس فهنعمل كده هتلع لنا ان الاكس هو ايه نفس الريتشو منهم وان توان فالمولز كونسيوند مولز كونسيوند اوف او اتش نيجاتيف هايبقو سبن في تين بور نيجاتيف سري فبالتالي المولز ان اكسس مولز ان اكسس بعمل ايه بطرح المولز اللي عندي اللي هي او بوينت او وان سبن ناقص او بوينت او او سبن اللي هي بالتالي هتطلع لنا او بوينت او وان من الهايدروكسايد جميل ده الهايدروكسايد اللي هيبقى معنا كايه كمول دلوقتي هل هو عايز المولز ركز كده في سؤال هو بيقولك عايز الكونسنتريشن اه طب كونسنتريشن معناها ان انا محتاج اجيب المولاريتي طب المولاريتي في الحالة ديت مولاريتي جميل فالمولاريتي في الحالة دي عايز امول جميل المولعة هو عندي او بوينت اول الوليم بقى كام الوليم هو مجموعة ال تمانية وعشرين والتراتة وخمسين مش انا حطيت دلوقتي فوليمين على بعض يعني انا دلوقتي بدل ما كان عندي ده الواحده بالكونسنتريشن ده وده الواحده بالكونسنتريشن ده ده عندي الاتنين مع بعض كفوليم كووتر بس فبالتالي بحط من تحت هنا ايه التمانية وعشرين بلس وطبعا فيه عشان بس هنعمل دي حالقالة هتطلع على التمانية وعشرين زائد تلاتة وخمسين هيتم بوين نجد في سري هيطلع لك الكنسنتراشن بس ده ايه مول او اتش نجد مول الاتي او اتش نجد نجي بعد كده بقى يا شباب على الاسد بيستايتريشن ما تفتكرش ان احنا نقول كونسبت جديد الاسد بيستايتريشن هو اصد بيسترياكشن عادي بس الفكرة في ان احنا اكتشفنا طريقة معينة عشان نعرف نعمل حاجة ايه هي تيتريشن اساسا تيتريشن دي هي بالليوميتريك اناليسيس يعني دلوقتي عندي فوليوم يعني انا فوليوم محدد من حاجة انا مش عارفة وليكن اهو ادي بيكر كده في فوليوم معين من اسد او بيز تمام الاسد او بيز ده انا مش عارف هو الكنسنتريشن بتاعه كام حلو وده بيحصل كتير على فكرة فاحنا بنعمل ايه بناخد منه عينا صغير حلو ناخد منه عينا الصغيرة ديت نحطها كده تحت حاجة اسمها الفيوريت جميل ديت هي شكلها معاق شوية بس اهي البيوريت ديت بيبقى فيها الحاجة ايه العكس باقي يعني انا لو عندي هنا اسد فدي هي بيبقى فيها ايه بيز لو عندي هنا بيز فدي بيبقى فيها اسد تمام الاسد ده بيبقى موجود طول البيوريت كده واحنا عارفين هو الكنسنتريشن بتاعه كام حلو فهنا ده بيبقى اسمه ايه تيترنت وما اسمه نوع الانالايت انالايت 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 سوائه كان زقدية ونوع التايترنت سوائه كان باسي انالايت هو الانالايت هو ماذا ننعرفه وعلى فكرة في المدرسة سيحدث ببعض أحيانا فى التجربة! ممكن سوف تظهر تلك انالايت هو المر à l amp والتيترنت هو المرح incarn فانالتايترنت فى ايه فوقتك عندما نقول تايترنت معناه ان احنا نعرف كونسنتريشن عندما نقول انالايت معناها احنا نحن نحاول نجيبه فسواء بعد حط فوق تحت اه مش مهم بالنسبة لك فان دلوقتي تعرف ايه طب ايه لازمة الشكل ده بقى الشكل ده انت بتبدأ تنزل التايتر انت على الانلايت يفضل ينزل 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 وانحنا هنا بنبقى حطين جهة الانلايت حاجة اسمها ايه انديكايتور تمام ايه هو الانديكايتور اه انديكايتور هو مادة بتغير لونها عند بي اتش معين وطبعا احنا نشرح بي اتش اكتر قدام يعني بس بتغير لونها لما الاسد او البيز يكون سيوم تماما واحنا بنزبط برضو الانديكايتور ان هو يغير لونه لما الاسد او البيز ده يكون سيوم تماما او يكون عند درجة معينة من بي اتش احنا عايزنا بس اه فاحنا بنحط مسلا لو احنا عايزين لو احنا عارفين مسلا ده هيتغير لونه وليكن اه عند بي اتش سبعة تمام عند سبعة بي اتش فانا بحط الانديكيتور بتاعي وليكن فين وفيسالين يعني ده اشهر انديكيتور بنحطه يعني وبنبدأ ننزل 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 اول ما الانالايت اللي انا حطه يخلص تماما يعني التايترنت يستهلكه تماما هو طبعا الرياكشن بيبقى ايه نفس الرياكشن بتاع الاسد بيز عادي بلوز اتش بلوز او اتش يديني موتر تمام فلما ده يستهلك تماما بيبدأ التاني ده ايه يبقى اسيدك شوية او بيزك شوية تمام فهو الانديكيتور بيغير لونه من الاسيدك ميديم لسك ميديم حل فانا عندي الفين الفسالين الفينفصالين بيبقى لونه في الاسيدك ميديم شفاف وفي البيزيك لونه بينك فاول ما انزل نقطة بس يعني اول ما يكونثم كله بيبيعادي لونه او بوز امية شفاف انزل بس نقطة ديز زيادة لو الانالايت بتاعه هو الاسد انزل نقطة ديز زيادة هيبقى بتاع كلنا من بينك ولكن عندما بتاعه تماماً ده بيبقى اسمه يعني عندما هو شفاف بس نفسه تماماً طب ايه الفرق بين والإيند بوينت؟ اليند بوينت هي النقطة اللي بتغير فيها اللون مالك شدعوا بقى؟ النقطة اللي بتغير فيها اللون الانديكياتور اللي انت عمله، هو ده نقطة اليند بوينت بتاعده فهذا الفرق ما بين الـ , الـيكو فيلنت بوينت هى اللي احنا بنقيس عليها الـ يعني انت لو من يجي نقولك حسب لي الـ فانت بالتالي تقال يعني ايه بيقولك ان الـ فانت بتالي تبقى عارف ان الأسد استهلك البيز او البيز استهلك الاسد تمام أما لو قالك الـ فانت تبقى عارف ان ساعتها انت تبقى زودت السنة صغيرة عن الاسد اللي كان موجود سوري عن البيض مثلا انت بتنزله او زاويت السنة صغيرة عن الاسد اللي انت ايه بتنزله فده الفرق بين الاندو بوينت والايكو فيلاند بوينت نيجي بعد كده للسامب بتاع الاسد بيس تيتريشن بيقول لك ايه انفينومنت الكيميس مش عارف شاف افلوينت الافلوينت ده معناه ان هو ايه فضلات صناعية تمام فتعنا غير اللون امش بحب اللون ده فشاف افلوينت ريليز تمام والافلوين ده موجود فيه كميات من التتراكلورايد تمام كربون تتراكلورايد والبنزيوك اسد تمام او اسد الاسد ده ويك تمام بس احنا قلنا ان احنا في الرياكشن بتاعتنا نتعامل مع الويك اسد لو مع سترونج بيس ان هو هيكونسيوم تماما حلو او هاد السيشيت تماما يعني حلو فهاز ايه اساديك هايدرجين عنده اساديك هايدرجين واحد بس اللي هو ايه بيبقى محطوط في الاول دايما لما بيقى فيها اساديك هايدرجين بيتحط في الاول ده حتى الاتش تو اسا فور وكده فهم هو ليه بيحط الاتش تو اسا فور عشان نسبة الاتش تو دي كلها اساديك تمام بس بنسب مختلف يعني هنعرفها اكتر في شابتر القدامة احنا هنا بناخد نبزة بس حلو فبالتالي بيقول لك ايه السامبل اف افلون ديت وزنها كزا حلو اركز على وزنها دي فمع حلو جميل اوي ايه الاكية السلوشن ريكوارد عشان يعمل له نوتراليزيشن طبعا احنا انا سيت صحة اقول لكم ان الرياكشن بتاع الاسد والبيز عمتن وان هو يتفاعل الاتش مع الواتش يطلع عليه صلط ووتر ده اسمه نوتراليزيشن تمام الرياكشن ده اسمه نوتراليزيشن زي البرسببتاشن اسمه ليه عشان بسيبطاتي noi판ي بيطلع ووتر ووصولت بس فهوac Нوتراليزيشن راكشن او انا بعادل blondie انا عندي اسد وعند خواعدهم ببعض عندك الحامض واليبز مش فاكر كانت معك حواعد قريبا بعرض بس فانت لا تعديل ما تصدر ال gentですか انا عندي الكمية هنا استعمالها في الروس ده مع اي ففتين فور مولر من ايه? فبيقول لك الكالكوليت بتاع اللي هو اللي بنزاوك اسد. حلو? احنا زي ما قلنا ده معناه ان هو مش بيور تماما في الكربون بتزاوك اسد. فبالتالي تعال كده نكتب بتاعتنا مبدأ ايه ما ينفعش نكتب ديت في صورة كزا عشان ديت زي ما احنا قلنا ده فبالتالي لازم يكتب على بعض. فهكتب الو اتش. الو اتش يكتب لوحده زائت الاتش سي سيفن اتش فايف اه او تو هيطلع لي اتش تو او بلوس سي سيفن اتش فايف او تو نيجاتف. تمام? ده بيبقى وكل ده بيبقى اكيس تمام? فبس هو في الاول ده ما كانش اكيس تمام? ده كان جوه البتاع دوت ما كانش اين الواحد يعني. بس هو تسحب منه الاتش. فبالتالي بنكتبه الصورة دي. تعال نكتب ان نشوف بقى بتاع الو اتش كام? بتاع اه يعتبر عشرة بوينت فايف نين طبعا في فايف نين في 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 اللي هو بالتالي هيديني نضربه مع الالة تن بوينت فايف نين في هيدين. تمام طلع لي وان بوينت سيكس سري سيفن في تن باور نيجاتف سري. حلو. هنا بيقول لك دي الكمية اللي استعملت عشان تستهلك تماما كل الاتش. الاتش سي سيفن او مش عارف ايه تمام? فبالتالي بما انهم رشي وان توان. فانا استهلك لي كام مول من ده. يبقى انا كان عندي كام مول من ده. كان عندي نفس المول بما ان وان توان وان توان. ده هو المول هنا تمام? اللي هو انا عمله او انا مش عاد اكتب الرقم ده كله تاني. وعايزو يطلع لي اكس. فبالتالي هدرب ده ده ون على ون هو ون. فخلاص هيطلع لي ايه? الاكس هو او برض. فخلاص كده يبقى المول. Rijs. H7a مات تائه أه اتش سيفن اه اتش سيفين اتش سيفين ايه? آج سيفين اتش سيفن ايه? آج بابيتك سيفين ايه? او تون. ا سيفين بابيتك سيفين بابيتك سيفين ايه? ن بابيتك سيفين ايه? اتش سيفين ايه؟ سيفين؟ سيفين ايه؟ somos تyezو نيه؟ Legilles ذا ما حدل ذك ونت؟ اول gitu هي latang ك 같은데 اتش رف MS 3 yeah , Masters او تو ده هيدرب يعني هنضرب ده فيه المولر ماس المولر ماس بقى تعال هنحسبه عندي ستة يعني ستة زائد اتناشر في سبعة زائد او سبتاشر في اتنين بس هطلع لي ايه مئة اتنين وعشرين مئة اتنين اتنين وعشرين اللي هو هنصر في وين بوينت سكس سري سبن سري هطلع لي او بوينت وان ناين ناين سبن حلو ده جرام معنى كده هو بيقول لك السامبل الاولينية كانت كام كانت كده تعال كده ما غير اللون السامبل الاولينية كانت او بين سري فايب وان ايت فبالتالي كده تعال نحسب الماس بيرسنت الماس بيرسنت بنجيب المعايع على التوتل الاكشوال الاكشوال الماس او البيور ماس على التوتل ماس وبيتطلع لي ايه النسبة فكده الماس بيرسنت او في اسد هيساوي الاو بوينت وان ناين ناين سبن على الاو بوينت سري فايب وان ايت في وان هندرد هيطلع لي انتر على او بوينت سري فايب وان ايت هيطلع لي فيفتي سيكس بوينت اه سبنتي سبن برسنت بس وده كل حاجة بالنسبة ايه نبدأ بعد نتكلم يا شباب عن وده اخذ نوع معنا احنا خدنا خدنا ووقتي اخر هو ايه مابدايا ايه هو 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 بيتضمن انتقال ايه من اه الامن تلال تاني انا دلوقتي عند الان ايه مع السيقل الان ايه والسيقل الان ايه كان بطبيعة انه هو تمام فالان ايه بيلوز الالكترون تمام ايه بلوس وان بلوس اي نجدف وان حلو والسيقل نفس الكلام الالسيقل اللي احنا عارفين ان هو بيجين الالكترون عشان يبقى سيقل لنجدب جميل نبدأ بقى ايه نخلو ما هدوه ده منظم شوية يعني ايه اللي بيحصل ده مبدئيا انا بناءا عن حاجة اسمها هي هي عدد الزيادة او ناقص في اللي في فبالتالي بحط له من فوق مبدئيا اي بتاعه زيرو ليه عشان هو 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 زي ما هو كده زيرو الان اي زيرو الام جي زيرو عفريت ازرق زيرو حلو فكل دول اي زيرو اول بقى ما يبدأ ياخد زيادة او يلوز فنبدأ بعد كده ايه نخط له بتاعته وعلى اساسها بنبدأ يعني ايه ده كده ايه صورة عرفية بسيطة انا همسح عشان نكتب ايه الصورة الصحة بس ناخد في الاول بتاعت تعال كده ناخد مبدئيا بيقول لك اي بتاعها زيرو تمام المونو اتومك اين زي الان ايه والسي ال والحاجات ازي كده المونو اتومك اينز اللي بتاعها بيبقى اه مثلا على حسب هي في جروب كام يعني عندي الان ايه في جروب فبالتالي هي معروف ان ده متل بيلوز اه واني الكترون بيلوز اون اه بيلوز اون الاكترون فيبقى وان وهكذا لو رحنا الي او счال او سيبقى وهكذا تمام instead li والأكسجين دايماً بيبقى نجد التوق معادة معادة في حالة البيروكسايد يعني ايه هو البيروكسايد البيروكسايد هو ده في الحالة ديت انا مش باخد على الو انا باخد على الاتش الاتش دايماً عندي بوستف 1 جميل فبالتالي طالما دي بوستف 1 انا دايماً بقول لك الالمنت ده زيرو حلو فدي كانها معادلة يعني انا التوتل بتاعي زيرو حلو فانا عندي كام اتش عندي اتنين في واحد زائد اتنين في اكس تمام? اتنين في اكس تمام؟ تعال نكتب الاكس كده الاكس دي بتعبرلي عن ايه؟ بتعبر تلك الملخة فاتنين في واحد في اتنين حلو نروح نوديها الناحية التانية ستبقى اتنين اكس يسوي يبقى كده الاكس هتساوي في الحالة دي بس في حالة البيروكسايد بيبقى بتاعت الاكسجين لكن في اي حاجة تانية والهاتف ايه? انت لو عرفت دول انت تعرف تحل اي حاجة. مبدأين تعالي نشوف هنا الان ايه والسي ال الان هي هنا كان زيرو والسي ال كان آآ زيرو برضو. تمام? هنا بقى بندخل احنا عارفين الان ايه? آآ ده في جروب ون فده بيبقى فبعنا كده بما ان ده زيرو فبالتالي العشان ده يروح معادية يدين ايه? ان ده زيرو. تمام? نبدأ بقى ايه? انا عندي الان ايه? عندي بنا اتنين. الاتنين ايه? الاتنين ايه كل واحدة هتلوز فبتلاقي عندي ايه بوست وان. ولو خدت بالك على الناحية اللي مين? بتساوي بالزبط على الناحية الشمال. يعني هنا زيرو تمام? على الناحية اللي مين زيرو. هنا هنا زائد اتنين في اللي هي نيجاتف فاتنين نقص اتنين هيدين ايه زيرو بردو. فبالتالي اليمين زي الشمال بالزبط. حلو. ده بالنسبة بتاع الان ايه. السي الل بيبقى كذلك. تعال ان غير الاحمر بردو. السي الل بيبقى كذلك بيبقى السي الل بياخد اتنين الكترون لكل السي اللاية منهم. يعني عشان ده بيبقى مونو اتوميك. بيبقى اسمه ايه ده داياتوميك. فبالتالي بيتحول لاتنين ولو بينا نشوف هنا هتبقى اتنين اه اتنين ايه وهنا اتنين فبالتالي وده يتزير فمش فمش حسبنا فالنحية اللي مين زي نحية الشمال بس عملنا وزبطناهم وبالسناهم هنا تجمع على طول تجمع ده على ده. تمام? والنت هو اللي بيتحط من تحت. الاتنين دي ستروح مع الاتنين دي. الان ايه هيروح مع الان هينزل تحت مع الان بحلو. هنا كده اتنين ايه بلوس سي اللي تو. الان اي بوستف وان مع ايه هيتتحد مع بعض يدوني بس هو ده ايه بتاعنا اللي بيحصل في ايه في صورة. بس ده كل حاجة عن طب دلوقتي احنا عرفنا مفيدة في الحاجات دي. بس هي هي ليها لازمة فعلا طب ما انا ممكن افترض ده يعني انا عرف الان ايه والسي ال على طول ده بوست فخلاص يعني اتعامل. اقول لك اه مفيدة. ولو عايز تعرف هي مفيدة ولا احل السؤال ده على طول. مش هتعرف. مش هتعرف الاكترون رايح فين ولا جاي منية. انا عندي سي واتش وو وطلق لسي او تو وكزا. تمام? فهنا بقى تيجي فايدة مبدائيا اول حاجة بعملها ان انا بحدد التغير حصل فيه. تمام? التغير ما حصلش في الاتش. مبدائيا. حلو? التغير اكيد حصل في الو. وفي السي. عشان الاتش دايما احنا قلنا دايما الاتش بوست فان. فتعالا كده نشوف السي هنا. السي ديت بنقولها انها معادلة. ده بيبقى زيرو. تمام? الاتش اربعة فبوست فاربعة. حلو? السي عندي باكس. انا مش عارف السي بكام. بس انا عارف المعادلة. المعادلة ان انا عندي واحد من السي يعني اكس بلوس اربعة هيساوي زيرو. فبالتالي الاكس دي ساوي كام? يبقى انا عندي السي هنا. هتساوي بتاعها اغير اللون. نجي فور. بس. نجي نشوف الاو. الاو هنا زيرو. الاو في زيرو. خلاص. نجي بعدها نشوف السي في البرودكت. السي في البرودكت حصل لها ايه? السي هنا اكس بالنسبة لي. الاو احنا عارفين ان الاو في اي حاجة نجي تفتو. الاو تغيرت من زيرو لنجي تفتو. اه تمام? نجي تفتو. دلوقتي انا عندي كام منها وطبعا عارف ان الكمبوند كله بزيرو. فعند اتنين فادي كده ادي المعادلة بتاعتها. المعادلة بتاعتها ان اكس بلس اتنين في نجي تفتو هيساوي زيرو. فبالتالي اكس بلس نجي تفور هيساوي زيرو. اكس هيساوي بوستف فور. فانا بالتالي الاكس عندي هنا هيساوي كام? بوستف فور. فادينا عارفت التغير حصل في السي وفي الاو ازاي. يعني دلوقتي خلاص. اه وطبعا الاتش تو او يعني الاتش بوستف والاو نجي تفتو خلاص ما حصلش اي حاجة. فتعالا كده نكتب. السي اتش فور. اتحولت. ليه. اه سي او تو. بلس تمانية الكترون. تمام? ليه تمانية الكترون? عشان كانت نجي تفور انت بتطرح دي من ديت عشان تشو. او كان اساسا يا عدو ارباها الكترون زيادة. تمام؟ اللي هي ايه او اربع اه اربعين زيادة. عن الطبيعة. وده بيبقى نسبايا مش مش معانا ان هو ان اوها زيادة عن طبيعي فمخليها اللي هي المعايا اللي هو معايا معايا زيادة عن الطبيعي اللي المفروض يبقى موجود. فبالتالي بالنسبة له فانا عندي سينة فاربعة والسينة بوست فاربعة. بطرح دي من دي اربعة ناقص يساوي تمانية. بس فانا عرفت ان التغير ده هيبقى تمانية. فعرفت برضو ان التمانية دي تراحت اتحطت للقهات. يعني عندي تمانية كده. بما ان ده بلانسد. تمانية الكترون نيجدف سوري. بلس التو او تو. اتوزعوه في السي او تون بلس التو اتش تو او. لو خدت بالك الهنا عندي اه خدت اتنين الكترون لكل او عشان يبقى نيجدف تو. يعني عندي اربعة اوكسجين. الاربعة اوكسجين كل واحدة خدت نيجدف او او ايكترون. عشان تبقى او نيجدف تو. هنا عندي اتنين منهم وعندي ايه اتنين برضو ايه? في الاتش وعندي اتنين في السي او تو. بس كده احنا عرفنا ايه هي الاوكسجين رداكشن راكشن وعرفنا ايه فايد الاوكسجين ستيت وازاي بنستعملها وهنعرفها اكتر. يعني ممكن يكون واحدة عنده دلوقتي ايه برضو الاوكسجين ستيت وازاي بعملها وعكزا. بس في الاسئلة يعني احنا نحل سؤالين جايين هنحاول نوصل فيه فكرة في الاوكسجين ستيت اكتر. مبدئيا لازم نعرف حاجة معينة. ايه هو الاوكسجين راكشن وايه هو الاوكسجين راكشن. هو اكيد ما تسماش اوكسجين راكشن راكشن عشان عشان هو اسمه اوكسجين راكشن. مبدئيا العملية اللي بيلوز فيها الاكترون دي بتتسمى اوكسجين. تعال كده على جنب. دي بتتسمى اوكسجين. تمام? والعملية اللي بيجين فيها الاكترون دي بتتسمى ايه الريدوكشن. وهم مع بعض اسمهم اوكسجين راكشن. و بنختصر له باسم ايه الريدوكس. حلو. الالمنت سوري الكمباوند. اللي بيعمل الاكسجين ده من سميه نبدأ هنا ايه العك. تمام؟ يعني اسمه ليه بيعمل اوكسجين و دي اسمه راكشن راكشن. تمام؟ راكشن عشان ده كلمة ايجنت معناها عميل. عميل سري كده. تمام؟ او اللي هو العامل اي حاجة من دي. مين العامل اللي بيعمل على الريدوكشن. يعني مين سبب الريدوكشن اساسا؟ مش الالمنت العمل اوكسجين ما هو لولا الالمنت العمل اوكسجين ما كانش يطلع الاكترون. فبالتالي هو اسمه هو ده اللي بيعمل عملية بيسبب عملية فيه مع بعض. يعني هو السبب في عملية وهكزا الالمنت التاني بتسمى ايه يعني هو ده هيبقى ده مفترع على ده. لا ما انا برضو ايه? انا السبب في الاولاني يسيب الالكترون. فبالتالي انا اسم ايه? اوكسجين ايجنت. بس. فانا رديوكشن عشان انا اللي ظلعت الالكترون اللي استعملت في الريدوكشن. وانا اوكسجين انا كاو تو اوكسجين عشان انا اللي فسهلكت الالكترون اللي طلعت من الاكسجيشن. بس. فانا سبب ان ده يحصل وانا سبب ان ده يحصل. كل واحد ده شايف ان التاني ايه هو السبب فيه. فبالتالي اللي بيعمل اكسجيشن اسمه ردوسينج ايجنت. واللي بيعمل ريدوكشن اسمه اكسجيزينج ايجنت. بس. ده كل ايه? حاجة باختصار. ندخل بعد كده على البالانسنج الجزء الجميل اللي احنا محبه. وهنا احنا نحطين بسيط عادي. اكسجيشن ريدوكشن عادي بسيط. وهنا يعني شكله معقب. بيقوله عليه هارد يعني. نشوف الكلام ده بيقوله. بس على نشوف مبدئيا كده. اه اول حاجة. اول حاجة بتعملها في مبدئين كده. مبدئيا. تمام? مش هتعمل اي حاجة غير ما نشوف بتاعت ايه دول. تاني حاجة بعد كده بتحط الواحده. يعني كده بتعمل حاجة. بعد كده بعد كده اربعة حلو? هنشوف كل خطوة من دول. هنعلم على كل واحدة صح لما نعملها. تعالى نشوف بقى دلوقتي. اه اول خطوة ان نشوف مبدئين. هنا خلاص. وهنا فاحنا عرفنا جميل. فبالتالي تعالى كده نشوف. نبدأ ايه? احنا عرفنا نبدأ نفصل. نفصل فين اللي حصل هو اللي زايت في فبالتالي اللي هو يعني كده تعالى نكتب حيس اللي هو هتطلع اللي معناها انه هو ساب ايه? اتنين الكترون. تمام? بس عشان تزبط كده ايه ادون ايه زيرو. فالناحية دي زيرو والناحية دي زيرو. زي الفل العظيم جدا. فجميل. انا وانا هنا عندي ال اي جي. ال اي جي بوستف. تعالى نكتب كده الريدوكشن. ال اي جي بوستف. بلس الكترون. بيطلع لي ال اي جي العادية. تمام? اللي هي السلط. طب جميل. نبدأ بقى احنا عايزين نشيل الالكترون في الطرفين. فبالتالي نضرب هنا تعالى كده. نضرب هنا في اتنين. ليه في اتنين? عشان يبقى عندي هنا دي اتنين ودي اتنين ودي اتنين. دي تروح مع دي. لما اجي ايه? انا كده عملت في اول خطوة. عملت اهو. عملت دلوقتي اهو. دل ان انا دربته في اتنين تحت. واخر خطوة خالص اجوين. اجوين معناه ايه? ان انا اجمع بقى خلاص. يعني هيبقى سي يو بلاس تو اي جي بوستف. هيديني سي يو بوستف تو بلاس تو اي جي صالد. بس ده كل الرياكشن بتاعنا وطبعا هنا صالد. اي حاجة بوستف وكده بتبقى كيس تمام? اي اي بيبقى كيس. وكده احنا عملنا ايه? ده السؤال اللي ما بتوب عليه ايزي. يبقى كده احنا فنشناه. تعال هنشوف كده ايه اللي بيقوله عليه هارد ده. مبدئيا هنعمل نفس الخطوات بالزبط. هنشوف هنا عندي مش محتاجة بوص عليها. في هنا لازم نشوف يعني عشان انا عندي هنا اتنين فبالتالي انا عندي الان كام الان اه مش عارفينها لسه. يعني هنحطها باكس. الاو معروفة في اي حاجة هي بس ما عادة طبعا قلنا في ايه في بس فادة كده عندي المعادلة عندي اكس واحدة في كام اكسجين في تلاتة هيساوي ايه? هنا ما تنساش الاشارة بتاعت الكمبان كله نيجاتف ون. هده بتحط الاشارة بتاعت الكمبان كله هنا من بره. فايه نيجاتف ون. ادي المعادلة عندك. حل المعادلة دي كده. هنا نيجاتف سيكس. نيجاتف سيكس هتروح نابل بتبقى ستة زائد ناقص واحد تبقى ايه? الاكس يساوي فايف. فبالتالي عندي الان ديت هتساوي تعال كده لون مختلف. جميل تعال كده بقى ايه نكمل بقى ما ابدأ ايا انا عارف ان السي ال نيجاتف. تمام? السي ال نيجاتف. ما انا مش بيتغير كده كده. فعندي ديت نيجاتف ون. عندي الاس ان اكس. نفس المعادلة وهنحط تعال كده بس نفسه. نفس المعادلة. الاكس بلوس نيجاتف ون في كام في ستة. هيساوي كام ايه بتاعت تمام? كده ايه? نيجاتف ستة اكس بلوس نيجاتف سكس هيساوي نيجاتف تو. فبالتالي الاكس ديت هيساوي بوست فور. فالاس عندي هنا اللي تغيرت من اه زيرو لبوست فور. ركز معي مينة لتغير? السي ال ما تغيرتش. الاتش ما تغيرش. الاس ان اتغيرت. والان دينا هنشوف. الان بقت في ان او تو. تمام? عملت اه نايت رايت. فتعال كده نشوف دية اكس. واحنا عارفين الاوب نيجاتف تو. والاشارة الكلية بزيرو. فبالتالي اكس بلوس آآ نيجاتف تو في اتنين هيساوي زيرو. فبالتالي اكس ديت هيساوي بوست فور. اتغيرت. اتغيرت ازاي? انا كان عندي اكس في الاول ايه? بوست فايف. فبقت بوست فور. معنى كده ان هي حصلها ريدوكشن ولا اكيد اكيد ريدوكشن. بما ان البوست فقل يبقى ريدوكشن. وبالاس ان هو اللي حصل له ايه? بما ان البوست فزاد فهو اكس ديتشن. بس اتش تقو مش محتاجة بوست عليها. خلاص يعني. فحنا كده حددنا الالمس اللي نتعمل اكس ديتشن. والالمس اللي نتعمل اكس ديتشن. نيجي بقى ايه? على جنب هنا. نبدأ نعمل كل واحدة لوحدة وهنا نكتب في الاخر. مبدئيا بتاعنا. تعال نكتبه هنا. اكس ديتشن. نبدأ بقى. مين اللي عمل اكس ديتشن? الاس ان. الاس ان. هيديني. اس ان. سي كده كده ايه لما البلانس. حلو? فتعالا كده نشوف. الاس هنا هنا كان زيرو. الاس هنا هنا انا طلعناه ببس فور. فبالتالي هنا بلاس فور الكترون. جميل? فتعالا كده نشوف. اه مين بقى اللي مش بالانس? يعني اه انا كده عندي اس ان وعندي الالكترونز مزبوطة واللي تشارج ايه? كل حاجة حلوة. بس عندي مشكلة صغيرة خالص. قلوة هي ان انا عندي الى هنا مش موزون وبالتالي تعالى نحوط الى هنا ستة سي ال هيديني اص ان نيجاتيف و لو عايز تتأكد تشوفバイ على الناحية اليمين وع الناحية الشمال. على الناحية اليمين على الناحية الشمال في بالتالي الفلانستينية زي الفول تعال نعمل مربع تاني تمام سوري ده مربع صغان تعال نعمل هنا كمان نجيب نفس اللون مبدأ ايا مين اللي عامل اللي ان او سري انت زادة ايه اتش تو او عشان تحط الو زيادة حلو لما تلاقي او زيادة في ناحية تحط في الناحية التانية اتش تو او بالعدب بتاعه يعني انا عندي هنا زيادة واحدة او فحط اتش تو او واحد لو عندي كانت زيادة هنا خمسة او فحط خمسة اتش تو او وكذا طب والاتش تروح هنا عامل بلس كده. حلو? ادي كده ايه? تاني خطوة. تلت خطوة الاساسية بقى ان انا شوف الوكسيديشن انا لان عندي هنا كان بوستف فور كان بوستف فايف سوري بقى بوستف فور فبالتالي انا عندي هنا ايه? بلس الكتروناية تمام? بلس الكتروناية. هل كده كل حاجة موزونة? تعال نشوف. تعال نشوف بلوكسيديشن نيجاتف زائد زائد آآ كده بالتالي هنا هنا سوري هنا بوستف فور ايه? هنا زيرو. فبالتالي طلع لي ايه? زيرو. عشان ده ايه? ده كامل صح صح معي معي ما تبقى ازاي يعني صح صح معي ما تبقى ازاي. فبالتالي هنا ده صفر وده صفر فخلاص كده ايه? المعادلة مزبوطة. بس. كده احنا خلصنا تلات خطوات من التلاتة ان احنا نوز ونوز. صورة خلاصنا خطوتين. نيجي بقى النوصلة. هل الالكترون عن ناحية اليمين? زي الالكترون عن ناحية الشمال هنا هنا اربعة هنا ايه? واحد فبالتالي هاضطر اضرب دي كلها ايه? فاربعة. بس. وطبعا هشيل الالكترونز مع الالكترونز وتعال نشوف بقى ايه طلعت ايه? فبالتالي تعال كده نكتبها مبدئيا هاضرب فاربعة هنا فوهجمع خلاص يعني خلاص انا كده ايه زبطت كل حاجة هجمع اربعة في اتنين هتبقى تمانية اتش بوستف اربعة في آآ ان اسري بلس اربعة ان اسري جميل تعالى بقى نشوف هنا بلس ستة سي ال نيجاتف بلس ستة سي ال نيجاتف مانا بحط في عملية لاحقا. ا luxurious하는 منظور لوحده. يثلع البصور نرى نجمع انا وهنا ايه انا الرائعيك Madison عموز مع بتاذى نظيف اربعة وما انساش. فبالتالي هتحط ان اربعة ان أو تو طب اربعة ان أو تو لس اربعة اتش دو بلس. خلاص احنا كده خلاصنا على بتاعة الريدوكشن. نشوف بتاع بتاعة بتبقى بلس. اس ان سي ال سكس. بلس. آآ لا ما فيش بلست هنا خلاص احنا خلصنا. بس. تعال كده نشوف في اي نقص. آآ موجودين كلهم. تمام? كل ده موجود هنا. بالارقام الايه المزبوطة دلوقتي. يعني تعال كده نعلم على احنا بنعمل عمليه عادي بس بدل اللي احنا كنا بنعمله بان احنا نشوف الكبير والكده لأ احنا بنبالانس فا اي ادي عندنا ايه الفاكتور سوري انا كده فا ادي هنا فور هنا ايت واعكازه بس ده البالانسينج بتاعنا. وعشان نختم الشابتر ده بقى اخر سمب اخر سبب خلاص اه هرحمكم بعدها وتطلعوا من السيشن تشوف اي حاجة بس تشوف تتوريال يعني كده تطلع تشوف اي حاجة تشوف التتوريال على طول تمام? فتعال نشوفها كده على طول. البانز راكشن بتوين سوليد لاد و اكسايد والامونيا جاز. حال اه وليكود ووتر وصوليد ايه لد. فخلاص هو كده قالك البرودكتوريال اكتن. تعال كده نكتبهم من غير اي اه الليد اكسايد. الليد اكسايد بيبقى كده. بيبقى اه اه تمام بما ان دي اه اكسايد اتنين. والاكسجين نجد التوب. خلاص هو كده مزبوط. بلس. الامونيا جاز الامونيا اللي هو ان اتش سري. تمام? هيديني. نيترجين. انتو. بلس اه ووتر. اللي هو اتش تو او. بلس اه لد جاز. تمام? فبي بي. تمام. مين اللي تغير عندي هنا? ما بداين الاكسجين ما تغيرش. حلو. والاتش ما بيتغيرش. فمين عندي? عندي بي بي. وعندي الان. تعال كده نشوف بتاعتهم كده. نبدأ نشوف. بالنسبة للبي بي. البي بي هنا اكس. والاكسجين هنا النيج تف تو. والبتاع كله زيرو. فبالتلل الاجس ايه? عشان يعادل على طول. خلاص. تمام? مش محتاجة معادلة. الان اكس برضو. عنا مش عاربها الاتش. بست его سري. تمام? عشان هو تلاتة اتش. والبتاع كله زيرو. فبالتالي الان ده ايه? لازم يكون نيج تف سري. حلو? الان عندي في البرودكت زيرو. والبي بي عندي في البرودكت زيرو. مين حصله? البي بي نزل. فبالتالي هو ايه? تعال نعمل كده. ده تمام? تعال نغير اللوم كده. مين اللي حصل? الحلو? عشان تحول من سريق لزيرو. طب تقول لي فين في الموضوع? هقول لك هو بقى بتاعته اعلى. انت كل ما يبقى عندك اكتر فانت معنى كده ان انت عندك الكترون زيادة. فلما تبقى صفر. معنى كده ان انت لوس الكترون. بس فهي ده فكرة ان انت انت بتاعتك كل ما تقل كل ما تعله. كل ما معنى ان انت حصل لك يلا بقى نعمل فكرة بتاعتنا يبقى الوقتي اول حاجة بعد كده بعد كده سيريد سيباريت بعد كده بالانس. بعد كده ايه? اخر خطوة. احنا عملنا. تعالى كده هتلى الحمر. احنا عملنا تعالى بقى ايه? بتاعي هيساوي ايه? مين اللي هعمل عندي? هيتحول جميل. اه تعالى نشوف بقى ايه? مبداية احنا عملنا ان هو وهنا بقى زيره. فبالتالي لازم نزبط الان تو اساسا يعني بص انت عندك هنا ان تو وهنا ان. فبالتالي هتحط هنا اثنين. بما ان دي نيجتف سري. تمام? نيجتف سري في اثنين. يعني انت دلوقتي عشان انت عندك اثنين نايترجن. كل نايترجن منهم نيجتف سري. فكل واحد هيلوس كم? نيجتف سري و نيجتف سري? هتبقى سيكس الكترون. تمام? سيكس الكترون بنيجتف ون. يمين. طب هل المعادلة كده اتزبطت? اه مش تحديدا عشان انا عندي هنا اتش زيادة. فتعالا كده نحط اه الاتشات الزيادة هنا هتبقى مبدئين اتنين في تلاتة هتبقى ستة اتش. تعالى طيب نتأكد كده من البانس بتاعنا مزبوط هنا 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 زيرو بلوس يعني زيرو فالمعادلة مزبوطة مية في المية بدايما ايه بتتشيك? تمام? تعال كده نروح نشوف ايه اللي حصل? اللي حصل ان بقى جميل. احنا قلنا لما بنشوف او في ناحية بنعمل ايه في الناحية التانية? على طول. تمام? طب بالنسبة الاتشات الزيادة هنضفها هنا بس ايه? في خطوة تانية عشان مش ديات الاسي. اه هنا احنا قلنا البي بي 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 هنا زيرو. فبالتالي هنا حصل ايه? اضافة اتنين الالكترون. فتعال نكتبها في سطر جديد. يبقى كده اتنين الالكترون بلوس. اه احنا قلنا الاتشات هنضفها. فتو اتش بوستف. بلوس البي بي او. هيطلع لي البي بي بلوس الاتش تو او. هنا الاكسوتيشن استيت زيرو. هنا الاكسوتيشن استيت نيجاتف تو بلوس بوستف تو بلوس زيرو يعني زيرو برضو. فبالتالي كده المعادلة مزبوطة مية في المية. حلو. نبدأ بقى ايه? احنا خلصنا السيباريشن. تمام? نبدأ بقى اخر خطوة البالانسينج. البالانسينج ما بين التو ايكويجن. التو ايكويجن هنا. انا عندي هنا بيطلع ستة الكترون وهنا بيستقبل اتنين الكترون. فبالتالي عشان نوصل لحل وسط عامل ايه? ما ينفعش اسم على اتنين. على تلاتة هنا. هاضرب هنا في اتنين. في سورف تلاتة. طايمس تلاتة. جميل. وبعد كده ابدأ ايه? اجمع زائد الريدوكشن. يبقى تعالى كده نضرب في تلاتة. آآ نعمل بتاع كده. هنبدأ نضيف. آآ كده احنا خلصنا خطوة ديت. هنبدأ ايه? نجوين دلوقتي. نبدأ نضيف. الرياكتنس اللي عندنا هنا من غير ما نضرب ايه حاجة هتبقى جميل. بلوس. آآ الاكترونز. راحت مع الاكترونز خلاص مش هنشوفها تاني. آآ تلاتة في التلاتة في التلاتة في هتبقى سكس تلاتة في بي بي او. هتبقى بلوس تلاتة بي بي او. هيطلع علينا بقى هنا. البرودكت هنا نتو. تمام? بلوس آآ البي بي هتبقى في تلاتة فيبقى تلاتة بي بي زائد تلاتة اتش تو او. زائد تلاتة اتش تو او. بس. فآ واظن دي كل حاجة. آآ لسيشن النهاردة. آآ اتمنى السيشن يكون عجبكم. ونضيف كمان الاتشات. طبعا ما تنساش صح انت عندك هنا اتش وعندك هنا اتش. فهنا الاتش ضربت في تلاتة بقت ستة. ستة وستة هيطير مع بعض. فبالتالي ايه? انت مش هتكتب ديت اصلا. آآ ديت كتبتها غلط سوري. فتعال ان نمسى هتا كده. هيبقى بلوس سري بي بي او. بس هيطلع لي. الان تو بلوس التلاتة بي 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 بي. بلوس تلاتة اتش تو او. عايز تتاكب من الريزولت بتاك. شوف يمين. شوف يمين. آآ شمال هتطلع على اتنين واحد. هنا زيرو بلوس زيرو زيرو بلوس زيرو بلوس زيرو زيرو برضو. فاحنا كده عملنا جوي مزبوط. لو مشيت على الاربع خطوات ضرب الزبط. هتوصل للناتك بتاعك في الاخر. وفي كده احبائي نكون وصلنا لاخر شابتر فور. شابتر مش مهم قوي. وعلى قد ما هو مش مهم. هو مهم برضو. فانت لازم تسمعه. وهو متعب شوية. في فكرة انت مش بتاخد معلومة كاملة. بس لكن في كل شابتر انت هتحتاج المعلومات ديت في الشباتر لحد شابتر حداشر. فهو بيديك معلومات اللي انت هتساعدك لحد شابتر حداشر. من شابتر حداشر اللي بعد كده هتبدأ ايه تشوف بالزبط بقى ايه هو. هتبدأ تشوف ايه هي بالزبط. تمام? وكل ده. عشان احنا بس هنشتغل بالحاجات ديت في الجازز وهكذا. فانت محتاج ان انت يكون عندك باجراوند عنه. وبكده نبقى خلصنا شابتر ايه شكرا لمشاهدتك. ولو انت وصلت للاخر. وما تنساش تدخل ع التاتورية لس تشوف الحل بقى تطبق على كل المعلومة انت خدتها هنا. واخيرا كان معكم كيمستري جوردين.